السلام عليكم يا شباب معكم كائم من قناة ابديت تاك في مقطع اليوم سأقدم لكم مواجهة شاملة عن هاتف سامسونج غالاكسي نوت تان لايت أحد الحلول الممتازة لمن يبحث عن هاتف بمواصفة جيدة مع قلم اسبان عتد الموبايل أقل من مواصفة النسخة العادية ليكون بمثابة النسخة الأصغر من النوت تان طبعا سنقوم بمواجهة جميع خصائص ومواصفة الجوال وإذا ما أعطتم مواجهة لأي هاتف لا تنسوا تاكلنا تعليق الفيديو لا تبخلونا بلايك وفي الحين خلونا نبدأ تم إطلاق هاتف سامسونج غالاكسي نوت تان لايت شهر جون في 2020 فيأتي بأبعد 163.7 ميليمتر للطول و76.1 ميليمتر في العرب وسمكه 8.7 ميليمتر بوزن 199 غام من ناحية الهاتف فيأتي الهاتف بمعالج ثوماني النوات أبعد بسرعة 2.7 جيجا هاتس وأبعد بسرعة 1.7 جيجا هاتس من نوعا كسينوس 9810 بتقنية معالجة 10 نانومتر ومعالجة أسومية مالي جي 72 MP 18 وعم 6 إلى 8 جيجا بايت وذاكرة تخزين داخلية بـ 128 جيجا بايت قابلا لزيادة بذاكرة إضافية واحدة بفتحتها المخصصة يأتي الهاتف بنظام أندرويد 10 وواجهة استخدام One UI 2 فيما يخص الشاشة فتأتي بنوع سوبر أموليد بحجم 6.7 إنش بنسبة 86.6% من حجم الجهاز أي بمساحة تقدم بـ 107.8 سنتيمة مربع بدقة 2400x1080 بيكسل وأبعد عشرين إلى التسعة بكثفة 399 بيكسل لكل بوصة يأتي الهاتف أيضا بكراميرا خلفية ثلاثية العدسات الأساسية بدقة 12 ميجا بيكسل بفتحت عدسة 1.7 والثانية بدقة 12 ميجا بيكسل والثالثة بدقة 12 ميجا بيكسل كما تدعم Panorama Face Detection HDR و Touch Focus إضافة لفلاش LED أحادي وتصوير فيديو بـ 60 إطافي الثانية للـ 4K ومتين وعبين إطافي الثانية للـ Full HD وكاميرا سيلفي أمامي واحدة بدقة 32 ميجا بيكسل بفتحت عدسة 2.2 بالنسبة لبطائية Galaxy Note 10 Lite غير قابلة للإزالة وتأتي بسعة 1500 ميلي أمبار تدعم شحن سائع بقوة 25 وات كما يحتوي جهاز على منفذ سماعة 3.5 ميلي متر ومنفذ شحن من نوع C إضافة إلى منفذ شائحة واحدة أو شائحتين اتصال بحجم نانو ويدعم شبكة الجيرو آبع والوايفاي البلوتوث جي بي أس أن أف سي والفي آر يدعم أيضا مستشعاعة البوصلة التساؤع التقاؤب جيروسكوب إضافة إلى خاصية الفتح بين البصمة ويأتي الجهاز بعدة ألوان أسود أحمر وأبيض يبدأ سعى الهاتف من 609 يوء على موقع أمازون وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو حاولنا التطعق فيه إلى كامل تفاصيل حول هاتف سامسونج جالاكسي نوت 10 لايت نتمنى أننا قد أفدناكم لا تنسوا الاشتراك معنا في القناة والسلام عليكم